لا صوت يعل في الساحة السياسية فوق صوت مطالبة نواب الموالات باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بحجة هكذا يواصل جبل الثلج عرقلة سير سفينة البرلمان في أزمة تاريخية تعرفها الغرفة السفلة للبرلمان الوضع ثابت أكثر من 15 يوما نواب الموالات متمسكون بمطلب استقالة بحجة والآخر متمسك بمنصبه الجديد اليوم هو دخول أحزاب المعارضة على ذات المحور بتوجيه مختلف أشكال الدعم للرجل الثالث في الدولة حتى ولو كان ضمنيا في خطابات لقيادات أحزاب هذا المعسكر الاحتجاجات هي مصطنعة حتى الإمضاءات التي تمت من البعض هي في الحقيقة مزورة ويمكن لهؤلاء أن يتابعوا من زور مكانهم قضائيا ومن ثم نرى بأن هذه المعركة ضد رجل نظيف مجاهد جاء بأن يعمل بما يستطيع لتحسين الأوضاع المزرية التي كانت في العهدة الماضية على الخصوص سيبو حجة كرئيس المجلس الشعبي الوطني أعتقد بأننا في ضرف لا يقبل لا محليا ولا دوليا بأننا نتلعب بمؤسسة بحجم المجلس الشعبي الوطني وهو مؤسسة الشريعية أزماء على مستوى البرلمان هي أزماء مفبركة من طرف السلطة التنفيذية من طرف الأحزاب الحاكمة أزمة المجلس الشعبي الوطني تدخل أسبوعها الثالث إذن دون تسجيل أي بوادرة لانفراج الأزمة فحتى الوساطات التي قادتها جبهة المستقبل أو التحالف الوطني الجمهوري ولدت ميتة حسب تصريحات النواب لتبقى علامات الاستفام قائمة على مستقبل البرلمان هل سيتنازل المتصارعون أم هل سيحل رغم أن هذا السيناريو أسقطه الأمين العام للأندي أحمد أيحي قبل أيام ترجمة نانسي قنقر